شارك اتحاد الرهبانيات في الأردن بدورة تثقيفية حول كيفية الشفاء من الصدمات النفسية وخاصة خلال الظروف الطارئة في العالم حيث أقيمت الدورة في منطقة البحر الميت وحضرها عدد من الأخوات الراهبات التابعات للاتحاد إلى المزيد أقام اتحاد الرهبانيات في المملكة وبالتعاون مع جمعية دار الكتاب المقدس وعلى مدى يومين دورة تثقيفية لممثلات اتحاد الرهبانيات في الأردن تحت مظلة برنامج الشفاء من الصدمات وذلك في منطقة البحر الميت وأوضح القائم على هذه الدورة القسم مندر شحاتيت وهو متخصص بالعلاج النفسي أن برنامج الشفاء من الصدمات هو برنامج قادر على تقديم المساعدة من خلال معهد الشفاء من الصدمات التابع لدار الكتاب المقدس والذي يقدم خدماته إلى الكنائس والمؤسسات باستخدام كلمة الله لجلب الشفاء من الصدمات والويلات حول العالم والإنسان عندما يشارك عن ألمه عملياً كأنه يبدأ يكشف عن نفسه كأنه يبدأ يطلع هالألم كأنه يبدأ يبين شغلات في حياته ما بده الناس ما يفهموها الناس ما يقدروها فدائماً السرية دائماً بتبني الثقة وتخلينا نحافظ على الكلام اللي هون وبتساعد الناس يشاركوا أكثر أي محل بتكون فيه إذا بتحس أنه اللي بتحكي له سر بيحافظ عليه بتثق بصير تشارك أكثر دورة الشفاء من الصدمات النفسية اللي منقدمها برعاية جمعية الكتام المقدسة بالأردن هدفها حقيقة مساعدة الناس يتعاملوا مع الألام والصدمات والخسرات بالحياة لدرجة أنه ممكن هم ونفسهم بعدما يختبروا كل هاي المشاعر الألم والحزن يصلوا إلى محل يقدروا هم وكمان يساعدوا الآخرين اللي بيجتازوا بنفس الظروف خصوصاً احنا بنعيش بمناطق حقيقة فيها كثير من الألام والخسرات والحزن ومنتعامل مع ناس عندهم هالقصص المؤلمة كثير مهم الناس اللي عم بيساعدوا هالناس يكون عندهم شوية مهارات شوية قدرات معينة يتدربوا عليها حتى يقدروا يسألوا مثلاً الأسئلة الصحيحة يستمعوا بطريقة صحيحة يساعدوا الشخص ينتقل من الحالة اللي فيها لحالة أفضل بالمستقبل وهذا هو الهدف من كل التدريبات اللي بنعملها الحلو كمان أنه المنهاج اللي عم يستخدمه كلمة الله بيستخدم الكتاب المقدس بطريقة معينة بيساعد به بيخلي في تكامل بين علاج الصدمات النفسية واستخدام كلمة الله بطريقة فعالة حتى تساعد الإنسان كمان يستمر برحلة الشفال ويتقدم للأمام وهذا هو الهدف حقيقة من هذه الدورات وقالت منسقة برنامج الدورة هايخوري إن هذا البرنامج من شأنه أن يسهم في مساعدة الذين قد يتعرضون للصدمات جراء الحروب والعنف والكوارث الطبيعية وكذلك التمييز العنصري والتحرش الجنسي والنزوح والاتجاري بالبشر حيث يسهم البرنامج في مساعدتهم وحصولهم على الشفاء التام هذا هو مؤتمر الشفاء من الصدمات ومنهاج إحنا منحب نقدمه كأداة للكنائس والناس اللي بتخدم مع مجتمعات محتاجة هذا الإشي إنه يقدروا يستخدموا مبني على الكتاب المقدس والصحة النفسية فهو طريقة أو زي ما إحنا منحب نحكي أداة جديدة إحنا منحب نضيفها لمعلومات الأشخاص اللي بيخدموا في الكنيسة فهو طريقة إحنا منحب ندعم فيها الكنيسة المحلية وهذا جزء من مشاريعنا اللي هو الشفاء من الصدمات النفسية بننظمه إحنا كده الكتاب المقدس بشكل دوري خلال السنة بنستهدف فيه إنه إحنا نخدم وندرب الكنيسة المحلية بالإضافة للمؤسسات المسيحية فعشان هيك إحنا حبينا نرتب مع اتحاد الرهبانيات عشان إحنا بنعرف إن لهم دائرة تأثير كبيرة وحبينا إنه إحنا ندعمهم بهذه الأداة وإن شاء الله تكون مثمرة ومفيدة وجرى خلال الدورة نقاشات وحوارات معمقة حول دور الكنيسة والراهبات بشكل خاص في مواجهة الظروف الطارئة وكيفية تجاوب الكنيسة مع مثل هذه الأوضاع حيث أكدت الراهبات المشاركات أنه ما من حب أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه في سبيل أحبائه اللقاء اليوم هو أول لقاء لاتحاد الرهبانات مع جمعية الكتاب المقدس بصراحة أول مرة بيصير واللقاء حلو عن العلاج من الصدمات والألم كتير حلو والحلو أنه الرهبانات مختلفة موجودة في غنى أكتر لإلنا بحب أنا من خلالكو بدي أشكر أول إشي رئاسة اتحاد الرهبانات العام الأم برونا والأب ماركو اللي سمحوا للرهبانات بالأردن بالمشاركة كمان بدي أشكر من خلالكو رئاستنا العامة ممثلة بالأخت مشلين معلوف المنتدبة الإقليمية في الأردن كمان بدي أشكر من خلالكو السيد منذر نعمات اللي سمح لنا أنه نشترك بدي أشكر هياء دبابني الجندي المجهول اللي بتشتغل معانا اللي تعبناها خلال شهرين واحنا معاها على الخط بدي أشكر نورسات وموقع أبونا وراديو مريم اللي هم كمان يجوا تغلبوا يجي هون يحضروا معانا تايبثوا الحدث بدي أشكر المحاضرين للدكتور منذر شحاتيت موضوع كتير كتير حلو بحاجة إله رائع جدا بدي أشكره وأشكر لنا ومدامته على المواضيع اللي يتقيله شكرا للكو شكرا للدكتورة باسمة اللي بعثتكو كمان أنتو علشان أنه اضغطوا هالحدث فعلا تاريخي أنا معتبروا لأنه أول مرة اتحاد الرهبانات بشارك وبلتأم لهيك إشي شكرا للكو الله يعطيكو العافية يا رب وإن شاء الله كل سنة أنتم سالمين وقد قدم اتحاد الرهبانيات من خلال نورسات الأردن الشكرا لجمعية دار الكتاب المقدس ممثلة بمديرها العام السيد منذر النعمات وكافة العاملين فيها لما قدموه من مواضيع توعوية لبرنامج الشفاء من الصدمات النفسية كما شكر الاتحاد كل من ساهم في إنجاحها هذه الدورة ومن شارك بها ترجمة نانسي قنقر